وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي يَا إِلْمَا وعندما تقرأ ظروف نشأته تعجب يعني نشأ يتيما فقد أباه وهو صغير ومعظم العلماء الكبار نشأوا يتاما سبحان الله الشيخ محمد بن حميد نشأ يتيما الشيخ محمد بن إبراهيم نشأ يتيما كل هؤلاء الكبار نشأوا يتاما وكان وهمته عالية في طلاب العلم وتميز رحمه الله بالرسوخ والصدق عنده صدق وليس عنده مجاملة أو مداهنة في دين الله عز وجل وتميز أيضا بالشجاعة وهذا أمر مهم لطالب العلم أن يكون شجاعا في طلبه للعلم وفي طرحه وفي رأيه من غير عجب إنما يكون له رأي وشخصية مستقلة من غير أن يصل للعجب مع التواضع وقبول الحق والانقياد له والرجوع إليه وأيضا ما تميز به جودة الرأي والعقل أيضا الصدق والقبول جعل الله له قبولا عظيما لا يسمع به أحد إلا وأثنى عليه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في أرضه وهناك كتب يعني في سيرة الشيخ من أفضلها وأجودها كتاب الشيخ عبد العزي بن قاسم ومخواصي طلابه يقول إنه لما كف بصره كف بصره عمره قريبا في العشرين عاما قامت أمه تبكي عليه فدخلت امرأته من الجيران وهي تبكي قالت ما يبكيك قالت إن ابن عبد العزيز قد عمي فقالت إن بكائك لا ينفع قوم وصل ركعتين واسأل الله تعالى أن يعوضه عن فقد البصر بصيرة تنفعه في دينه ودنياه فقامت وصلت ركعتين ودعاة الله لعل الله استجاب دعوتها ترجمة نانسي قنقر